تهدف الدولة من خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحبية إلى دمج خدمات المركز الحديثة مع الشبكة الوطنية لسلامة العامة من الجلين الرابع والخامس وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة يأتي ذلك في إطار سعي الدولة نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية في إطار سعي الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم نشهد اليوم افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحبية في وان والذي يتم إدماجه بخدماته الحديثة مع الشبكة الوطنية للسلامة العامة من الجيلين الرابع والخامس وتقديم الخدمات الحكومية على منصة واحدة نحن هنا نفذنا المنصة الرقمية لإنتاج تطبعات الزكاية الاصطناعي من خلال الإمكانيات الضخمة لمركز الحوسبة السحبية وده كان هدف توطين تكنولوجيا للزكاية الاصطناعي ونلبي احتياجاتنا المصرية من النوع ده من التطبيقات وده تم من خلال تعاون مشترك ما بين فريق العمل المصري وبعض الشركات الأجنبية فريق العمل عبارة عن مجموعة من الكوادر البشرية تم تأهلهم خلال ست سنوات في مختلف أنواع التكنولوجيا وعلى العمليات المختلفة لتطوير سواء كان إدارة أو تصميم أو اختبار أو تنفيذ في الدائرة صناعة تخيز القرار كل تحاليل البيانات الضخمة اللي موجودة هنا في الحوسبة السحبية اللي بتحاخد بتعتبر من أطخم المشروعات مش في الشرق الأوسط بس على مستوى العالم وهي الترند حالياً دلوقتي أهم ما يميز هذا المركز عن باقي المركز التقليدية وما حكيتين مهمين جداً إنه هو بيستخدم تكنولوجيا للزكاة الاصطناعي الحاجة التانية والأهم إنه هو بيعمل بالبيج ديتا أو الاناليسيس بيج ديتا بعمل تحديل البيانات الضخمة يهدف المشروع إلى الخروج بنموذج أكثر نجاحاً واستكمالاً لنفس المحور التكنولوجية باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعية والبيانات الضخمة ومنصة انترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذ القرار أينما كانوا المبنى هنا تم تصميم إنه ثلاثة دور علوين واثنين روين تحت الأرض الدور مثلاً موجود زي الدور الأول ده موجود فيه مركز التحكم وتشغيل الشوكة ويتم فيه التحكم في جميع موادات المركز ومركز لعملات الأمن السبراني ويتم من خلاله تأمين المركز من أي هجم سبراني موجود بعد ما بنينا البنية التحتية دي وعندنا إمكانيات الفائقة للمعالجات والقدرات الفائقة للتحليل البيانات فأصبح دلوقتي البيئة التكنولوجية مناسبة لاستعادة البيانات دي جوة دولة مصرية من أجل دولة رقمية ودعم كامل لصنع ومتخذ القرار وصولا لرفاهية المواطنين وإرضائهم كان هذا الصرح وذلك البنيان المشيد الذي اجتمعت فيه علوم الرقمنة العصرية بجهود مصرية خالص